جرام عليكم ورحمة الله متتبعين قناة عالم شاي مع درستا في كدير اللبس عليكم كنتم منها دائما تكونوا بخير وفي احسن الاحوال ومرحبا بكم معي في وصفة جديدة وفيديو جديد اليوم ان شاء الله سأقترح عليكم كيكا من الكيكات المفضلة عندي واحد الكيكا اللي اكتر من رائعة لضاقها عندي تحمق كيكا اللي اكتر من رائعة ومختلفة على الكيكات المعروفين هذا الكيكا اللي يأتي معلك بمعنى الكلمة إذا رأيته او عضيته يأتي بحل شكل البراوني يعني معلك بحل شكل البراوني ومحتاج نحن نخدمه بالشوكولة نهائيا ربما لا يوجد شوكولة نهائيا والباداق يأتي اكتر من رائع الماداق يأتي ببنين ببنين بزاف وكيكت لكم في الاول رائعة لذا قول الله لا يمشي حتى يأخذ المقادير بقوا معي بشوفوا المقادير والطريقة وسمعوا النصائح اللي اعطيكم لانهم فعلا مهمين بزاف النجاح هذا الكيكا والنجاح اي نوع من انواع كيك شو كونه وباسم الله توكلنا على الله المقادير ديالها الكيكا نبدأ اول حاجة بالزبدة سوف نقول لكم من بعد لماذا الزبدة لا يمشي الزيت بالنسبة لما قدر الزبدة لديه مية وخمس وسبعين جرام من الزبدة هنا خدمت انايب الزبدة النباتية ممكن تخدمه بالحيوانية بالنسبة لما لديكم الميزان لكي تعرفوا مية ومية وسبعين تجيبوا البوطة الرابعة تقسموا على جوج مية ومية ومية وعشرين تزد عليها مية والميةizado بمن الزبدة يضيف مية ازد 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 ميزان 50 غرام تزد عليها مية وخمس وعشرين ويضيفة مية وعشرين على مية وخمس وسبعين كلية نصف بوطة ثانية ملاعقة كبيرة سوف نحتاج ثلاثة اربعة ملاعقة كبيرة من الكاكاو او ممكن تطلب ربعة لستصشية الكاكاو ثلاثة بيضات فوكار ثانية ازدنة مية وثانية 200 غرام كاز عنبا زايد كاز علا ربع كاس زائد كأس إلى ربع حليب كأس إلى ربع حليب كأس إلى ربع طبيعي بدون سكر نكهة الفاني ستحتاج نصف ملعقة صغيرة لأنه لدي هذا مجهد او لم يمكن أن تضيفه سشيات الفاني وقبيصة الملحة أو ربع ملعقة صغيرة من الملحة وعندي 7 جرام من الخميرة الكيموية أو سشي الخميرة الكيموية سنخدمه بالزبدة لأنه دائما لكاكل يكون ملعقة أو يكون ملعقة سنخدمهم بالزبدة الزيت يجعل الحاجة تأتي إسفنجية ومشفشة الزبدة تجعل الحاجة تأتي معلقة وقبضة في رأسها ودائما لكاكل الزبدة سنخدمهم في تلاجة ومجلاتور يبقى مزيانة وقتما أريدناها تبقى مزيانة كما تجعلها ودائما لكاكل الزبدة مع الشوكولة سنخدم الزبدة مع الزبدة مع الزبدة مع الزبدة وقبضة الملحة بالنسبة لما لديه البطر سيخدم غير يدويا بالفوة أو بشي سباتشل ستخلط الزبدة جيدا الهدف أن الزبدة تكون بحل كريمة مع الزبدة مع الزبدة بحرارة المطبخ لكي لا تعدد لكي تخلط مع الزبدة الزبدة مع الزبدة مع الزبدة بحرارة المطبخ لكي تخلط بحرارة المطبخ لكي تخلط ورد الجوانب لكي تجعل المطبخ لكي تختلط ثم نقوم بحرارة المطبخ لكي تخلط الزبدة وتعالى كل شيء لكي تخلط نزيل الزبدة مع الزبدة تقوم بحرارة المطبخ حليب تجربة الحليب سخون وإضافة حضايا يوجد يغورت بذن سكر لأنه يوجد السكر يوجد كثير من يغورت فقط يغورت بذن سكر ونخلط هذا الشملي هذا هو القوم الذي سوف نحصل عليه في الأخير سوف نحصل على النواشف لديه دقيق 250 جرام و 4 ملاعق كبار الكاكاو و 1 صاشة الخميرة الكيموية 7 جرام بالنسبة للكاكاو لا أعمل بالكاكاو الذي فيه السكر نعمل بالكاكاو الخام نخلط هذا الشيء جيد نضيفه لكاكاو و بعد ذلك نضيفه لكاكاو بسفة ضروري و نضيفه لكاكاو و نضيفه لكاكاو حتى نحصل على خلاط الكاكاك و نضيفه لكاكاو نضيفه لكاكاو لكاكاو لا يوجد مشكلة ونفعه و نضيفه لكاكاو و نضيفه لكاكا لم تنضيفه去 و لكاكاو فقط تجمعه لكاكاو و نقوم بمتنكة نضيف الخليط نضيف الخليط قمت بوضح نضيف الخليط كيك 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 فيها كيك 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 سوف نحفظ على اللون الكاك لأنه دقيق يجب عليك السقلية البيوضة في الجنب الكاك لا يريد أن يكون لديه اللون كامل قوي لا يخسر للمنظره خصوصا أنه يبقى الكاك كما هو لا نغطيه هذا علش يريد أن ترشو بالكاكاو يكون أحسن لا يريد أن ترشو فقط بالدقيق دهنو بالزبدة ورشو بالدقيق ونقوم بها الخالطة ونصرح لوجهها جيدا تلاجة مهمة لتخل الدخول المدهن لتساعة 3.5 ونصر ونخرجان طيبة ضروري تخل الدخول نحضر نكتب تلاجة وقفة بسرق لأنه لا يمكن أن تصغيرها فقط تلاجة نحتاج ربع ثقار ثانية مع نسف تأس من الماء وربع من العقة الصغيرة لتخلق نكهة الفانية أو تخلق ثقار ثانية نضغط الزكر في الماء و نضغط مباشرة على نار هادئة و نرى الغليان مباشرة في 1 دقيقة و نجعله برد و دعني دخولت الكيك رائد في تلاجة لمدة ساعة أو ساعة أو ساعتين يعني نضغط دخول طرخ فهو عملي من الأفضل هذا الكيك يدخل محدد فيها أو ضروري إدخال في تلاجة لمدة قبل ندخل الى طيب نسخنا الفران من قبل درجة حرارة متوسطة ندخل الى طيب ونشعل فقط كيف العادة ولكن المهم هو ان الكيك الشوكولة بانواعه يريد ان يطيب بعيد على النار لانه يمكن ان تحرق الى طيب وهو اصلا في الكاكا وما يبال لكم باقي الحرق ضروري طيب بعيد يعني اذا شعلته الى طيب يعني لا تكون حطينه مباشرة فوق النار لانه يمكن ان يكون بعيد ودرجة حرارة ضعيفة ستطيب مده الى 60 دقيقة يكون حدث لانه يمكن ان يكون واجد من المهم هو حرارة متوسطة وتكون النار بعيدة لانه يمكن ان اخرج من فران من فران كيف ترى فرانه من فوق وطائب من قبل وانه يكون ناشف انه يتم اه طب كيف تشاهدون هذه الشقة من الفوق التي نسميها من علامات نجاح الكيك و اردوا البال لكيك تشاهد لكيك تشاهد الفران و لا يوجد حاشف و لا يوجد حاشف و الفران او النار يكون بعيدة على طاوة الكيك يمكن ان تكون مسمية لها في الوسط و لا يوجد حاشف و فران الغاز و يجب ان تضع فوق من طاوة كيك و تضع فوق من طاوة الكيك و تضعف مع العلاج الكيك بالنسبة لكيك تشاهده بارد من طبيعا و الكيكة سخونة و الكيكة لم تحتاج لانه لانه صراحة تأتي مع الكامل داخل فقط تضع الماء الزوين من فوق و تضع للمعه و تشربه قد تبقى الفوق نية الكيك يجب ان يبرد تماما و هذه النتيجة كيف تشاهدون قطعته لكي يبين لكم كثير من الداخل سيكون يبين لكم اكيد انه معلك يعني كي يبين من الداخل تحل شكلتها على البراوني كي يقيت لكم في الاول معلك و سيكون يبين لكم السيرو بانه في كين فقط في طبق الفقنية يعني غير في الوجه ديال فقط لداخل الراحة ما يشرب بشترك السيرو بزف يعني باش يكونوا عارفين بليرها الحلاوة ما تكونش كثيرة والداخل الراحة معلك يعني بالمكونات اللي ساوبنا في الاول و بالنسبة لطريقة الاحتفاظ بها سوف تكون معروفة الكيك ديال الشوكولات او الكيك اللي يكون في السبدة ممكن تجدها في الكنجلاتور مثلا او لغير في ثلاجة تبدو عليها مثلا لوقت اللي كنت تبغيها تجدها لانت في الكنجلاتور تخرجها و تخليها و ترجع كما كانت معلكة وغزانة و هذا الكيك في الثلاجة يكون احسن و هو دائما لكيك شوكولات من الكيبات يزيد كما كانت معلكة اكتر و البنارة لا نحضر عليها يأتي بنين كثيرا و نتمنى انكم تجربوه بالطريقة التي اعطيتكم تبعونا صقيحة كاملة و لا تجعلوا شيء في الفران و في الوقت لا تجعلوا شيء يتحرق لكم في الفران لكي يكون محافظة على هذه التعليقات و قلت لكم انه يأتي اكتر من رائع جربوه بدون تردد و عندما فهمتوا شيء تقدروا تصولوني في كومنت لاني نجاوب على التعليقات نتمنى نصف هذه اليوم نقول لكم دعوكم على خير نشوفكم من البيت ان شاء الله و ادن الله الى اللقاء